السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الرواني هنعملها بطريقة سهلة جدا وطعمها تحفة وشكلها جميل جدا جدا ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك ومقديرها سهلة وبسيطة وكلها موجودة في البيت يلا بنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف مقديرنا عبارة عن ايه معانا طبعا اول حاجة في المقدير معانا اربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ وكمان معانا كوباية دقيق وكوباية الصمية ناعم اللي هو الصمية تعال بسبوسة وكمان نص كوباية جست الهند ونص كوباية الزيت ممكن تستبديلها زيت على سمنة عادي خالص ونص كوباية السكر وعلبتين زبادي ومعلقة كبيرة خل وكسين فليليا بس كده دي المقدير بتاعتنا بصي سهلة وبصتة ازاي يلا بينا بقى نشوف الخطوات هنعمل اول حاجة ايه اول حاجة بنعملها الشربوت معانا طبعا كوباية السكر وعليها كوبايتين مية تمام كده بنفس الكوباية لعيرتي بها السكر هعير بها المية وبعد كده هعصره على نص لامونة وهسيبها بقى على النار تغلي معي غلوتين وبعد كده روح جاي مطفية عليها على طول ان شرباط الرواني بيبقى معانا خفيف مش تقيل تمام كده تمام تمام تغلي بس غلوتين واطف عليها بعد كده بقى روح جاي عاملة بقى الرواني الرواني معانا اربع بيضات زي ما قلتلك حاطتهم في الطبق وعليهم كسين الفليليا وبعد كده هجيب بقى المضرب البيض وابدأ بقى اضربهم كويس جدا ممكن تعمل الخطوة دي في الخلاطة فيش اي مشكلة هتحطيهم في شفشاء الخلاط وتضربيهم على سرعة عالية تمام بعد ما اضربتهم ضفت عليهم نص كباية السكر وراح جاي تاني ضربهم كده مع بعض كده انا بعد كده بقى قللت السرعة خلاص كده بعد ما اضربت البيض قللت السرعة هحطي بقى معلقة خل كبيرة وكوب بيتين الزبادي ممكن عادي الزبادي البلدي انا كنت اصلا هجيب زبادي بلدي بس ابني جاب لي ديت فما فيش مشكلة يعني دي او دي عادي اهو رح جاي حطاهم بالع البيتين تمام وزي الفل وبرضه هضربها كده برضه على السرعة برضه ايه مش عالي بطيقة يدوك بس بقلب بس كده المكونات كلها مع بعضها وبعد كده بقى هجيب نص كوباية الزيت وابدأ انزل بيها زي السرسوب انت بقى لو حطيتي سمنة على زيت هتحط الاول السمنة وتقلبها عادي مع المكونات بتاعتنا وربع كوباية الزيت هتنزل بقى في الاخر كده زي السرسوب لو انت حابة يعني تدفلتين مع بعض جبتي بقى طبق نظيف وحطت فيه بقى ايه كوباية الصميط على كوباية الدقيق وعلى نص كوباية جوست الهند بنفس الكوباية عايري مأديري كلها بنفس الكوباية وهنا بقى معلقة كبيرة بيكين بودر يعني مش كبيرة قوي يعني مش هرمية لا ممسوحة كده وروح تجاي مقلبهم كده مع بعض وبدأ تنزل بقى ايه بالخليط بقى الجاف بتاعنا على السيل وابدأ قلب المعلقة او بالمضرب على حسب الموجودة عندك بس طبعا الافضل كتير تقليبي بالمضرب سواء مضرب البيض او المضرب اليدوي احسن كتير يعني بعد بقى مقلبتها كويس جدا بالشكل ده وحاول لي ما تقلبهاش كتير عشان خطر كتر التقليب بيخليها تنشف معاك البسبوسة بتشرب السوائل اللي بتوقع موجودة معاها فما تقلبش كتير تقلبتين بس كده وخلاص بعد كده بقى جبت الصينية وده انتهى بقى بالزيد وبطنطها بالدقيق وروح تجاي خطة حطى ايه الخليط بتاعنا بالشكل ده تمام وزي الفل هشغل بقى الفرن بقى على درجة حرومية وتمانين واحطها في الرف الوسطاني ومشغلها طبعا الفرن من تحت بس ومشغلا مروحها بس كده وهسيبها بقى المدة اربعين ديها كده وبعد اربعين ديها ان شاء الله هنرجع ونشوفها واهم حاجة زي ما تشفتيني كده بعد ما حطتها روح تجاي خطة خطتين كده في الرخامة هطلع لو فيها اي فاقيع ولا اي حاجة وخلاص واول لما تطلع ان شاء الله هوريها لكم بازن الله ونشوف شكلها عامل ازاي يلا بنا حطها في الفرن كده خلاص حقطها في الفرن وطلعتها اول لما تطلع ايها على طول بعصاية الخلق او عصاية الشيش تبدأ يتخرمها بالشكل ده ضروري تعمل الخطوة دي لازم تخرمها كويس جدا كده تمام طبعا الرواني معانا سخنة مولعة لسا نطلعها من الفرن والشرباط بارد في ساعتها على طول وحاجة يسقيها طبعا انا ليه خرمتها بالشكل دوت عشان كل مكان خرمتي هو اللي هيشرب هو اللي هيشرب الشرباط معاك والمكان اللي مش هتخرميه مش هيشرب منك الشرباط خلي بالك من النقطة دي فلازم تخرميها كويس جدا وانا طبعا بطلعها من القلب وبقلبها فاتهرت مني من الجنب شوية بس الحمد لله يعني كانت لازقا شوية بايه في القلب تمام هبدأ بقى الطحة معاكم بصي طرية خالص ازاي طرية وفعلا لذيذة جدا جدا وطعمها طحفة ان شاء الله هتجربيها فعلا هتعجبك وزي ما قلت لك اهم حاجة تخرميها واسيبها شوية كي تشرب الشرباط بتاعها وحط الشرباط كله يعني ما تشيلش حاجة من الشرباط كل اللي احنا عملناه حطيه كله على المقدير بتاعتنا بص الجمال والحلوة ما شو الله عليها جميلة جدا وعلى فكرة هي اصلا ما بتعلاش عن كده زي ما بتحطيها في الصينية على قد المقدار اللي انت حاطتيها بتستوى عليها يعني انت لو حاطتيها في صينية اصغر هتطلع معاكي ادخل عشان انت حاطتها في حاجة صغيرة يارب يكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته